اهلا بمحاضراتكم مرة تانية ودلوقت يجي معدنا مع ضفنا اللي بينوارنا دايما وبنستنى فقرته كل اسبوع انا شخصين بعد استنيها دكتور هاني ناظر واللي هنتكلم معايا نهاردة عن الامراض الجلدية اللي بتصيفها روط الراس سواء عند البلغين او الاطفال نصايح كتير جدا مهمة جدا ومعلومات كتير اكيد هنعرفها من ضفنا اللي بنوارنا وبنوارنا دايما الدكتور الكبير الجميل دكتور هاني ناظر استشاري الامراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق صباح الورد على حضرتك انا مشكورك عن مقدمة جميلة دي يعني ده يحسن حظي صباح الفول على حضرتك طيب خلينا في البداية نتكلم عن يعني احنا هنتكلم بشكل عام على الامراض اللي بتصيف فروة الراس بس ممكن نبتدي بالصدفية احنا اكيد اتكلمنا عنها كتير بس هل الصدفية بتصيف فروة الراس ولا لا او هل ممكن تختلط بحاجات تانية ولا لا حضرتك اللي هتوضح لها هو طبعا احيانا الصدفية بتبدأ زورها فروة الراس وممكن تبدأ فروة الراس ما صارش في الجسم انما فعلا مريض الصدفية من اكثر اجزاء في الجسم المعارضة لظهور اعراض الصدفية فروة الراس وبيلاقيها على هيئة مسحات حمرة في الجلد بتكسوها برضو القشور اللي هي المميزة للصدفية لشبه الصدفة شكرا اسمها الصدفية والحقيقة بيبقى معها يعني رغبة جديدة جدا في ان المريض بيبقى عايز يهرش او يحك في المكان وبتقول سلساعات ان هي بتنزل دمة من كتر هرش او الصدفية وبتبقى مؤلمة الحقيقة وممكن تيجي عليها بوعة او بوعة واحدة وممكن تيجي ورا الودن وممكن تيجي في فروة الراس كلها فانما هي بتسيب فروة الراس كتير من الحالات بتبقى فروة الراس فقط انما مع الاصابات العادية لو في الايد او في الجسم بيبقى معها فعلا صدفية فروة الراس اوكي طب تأثيرها ايه بقى دكتور علينا يعني ايه بقى شار حد عنده صدفية ايه التأثير هي طبعا كمرض مشكلته طبعا في شكله بيبقى بيدي المريض احراج خاصة السيدات يعني برضو لو مسلا واحد راجل تخيالي بيعده الشعر يعني اصلا او فبينة يعني الشعر برضو بيخب شوية او انما بتبقى بينا بتبقى نفسين بتدايق لكن المشكلة بقى اللي الناس بتعاني منها بسببها انها قد تؤدي الى صوت الشعر اوه تيفضى ومكانها يعني مكانها يفضى يعني هي طبعا نتيجة الاتهاب الشديد فبيقصع برسالات فبيقع الشعر فممكن تبقى كمان الصرافية ومعها طبعا مشكلة سوق الشعب بقى سخيفة احيانا الادوية نفسها بتستخدم بلاجة الصرافية بتخلي الشعر بقى ناشف مؤسف فدي كلها مشاكل اخرى غير المرض نفسه بتخلي تبقى مشاكل محرجة يعني بس الحمد لله اني ليه علاج يعني طب ايه علاجة بقى دكتور؟ شو في حضرتك طبعا فيه احاجات يعني بنيدي تركيبات وفيه نقط بتستخدم بتعليكها وبالضياحة يعني بس يعني دايما نقول مرد الصرافية ايه تعامل مع الصرافية زي الصداع ايه بس زي دكتور احنا مشكلة بيجينا الصداع اكيد لما جينا الصداع ناخد لقرسين مساكن بيخف مضبوط طب بيستمر برجعش تاني؟ لا بيرجع تاني طب خد يعود نفس الكلام اتعامل ببساطة مع الصرافية كده اللي ما بتجري بحط الدهان او النقط خفل يا ربي ما ترجع تاني؟ طب ايه في الدهان تاني؟ اكرر فسألك او يعني مش شرط ان هي هتروح للأبد اوليلي ايه المرض اللي بيخافي برجعش تاني؟ لا اكيد اي حاجة معرضين هتركعتين؟ كونيش بإذن الله اكيد اي مرض بيجنة قد يعود بقاد لا يعود كونيش بإذن الله فانعايز اقولي ان مرد الصدافية تعامل دايما مع مرض الصدافية كما تتعامل مع الصداع ما تبقاش حامل همه باستمرار لانه هو مرض مش خطير يعني ومش تلك انه جلدية ونفسيا بيداية اتعامل معاه يعني اغلبه ما خلوش اي دايقني طب بس في احتمال يا دكتور لان ده بيكون قلع عند ناس كتير ان هو تلق له فروة راسه هل ممكن ينتشر بقى في باقي جسمه بعدها يبطي ينتشر؟ مش شرط اولا هو مش مرض مؤدي يعني خلي باقيكم مش مرض مؤدي يعني لو ظهر في حتة تاني مش معانا انه عدم مكان تاني او يعني دي مانهاش حلقة لا ده نشاط زاد في الجهاز المناعي ظهر فروة راسه قد يحدش هذا النشاط في مطقة الكوع او مطقة الرجبتين انما مش ده معانين هو تنقل هنا لا او متنقلش هو النشاط المناعي زاد في الحتة دي مش اكتر انما مش شرط يعني ناس كتير بيجي لها صدافية فروة راسه وتفضل عندها دايما ما زهرش في الجسم ساعة تيجي في الدوافر مثلا يعني ممكن واحد يبقى عنده صدافية في الدوافر فقط طب ايه عرضها في الدوافر بقى دكتر بنلاقي الدوافر لونه عبيض ومقشر ومكسر وناس كتير ساعة تتلخبت تقولك دي فطريات ويفضل ياخد علاجها انها فطريات فطريات وهي صدافية في الدوافر وهي صدافية ليه علاج معين بتخف برضو بتبقى نوعات وكده فيعني ممكن تيجي في الدوافر بس زي حكاة الشعر فمش شرط ان عايز اقول لحراتك يعني مش شرط انها زهد في حتة بالجسم انها لازم تنظر في حتة بالجسم خالص يعني طب خلينا نتكلم يا دكتر على الإكزيمة الدهنية لفروة الراس هل دي متعلقة باصحاب البشرة الدهنية ولا ملهاش علاقة وكمان يعني ازاي بيتم علاجها كواس انك فكرت في موضوع ده ليه ناس كتير عن فكرة بتتلغبط بين الصدافية فروة الراس وبين إكزيمة الدهنية كتير صحيح وممكن برضو يكون لسه حد برضو يعني معدوش خبرة يعني يتلغبط بينهم يشخص مثلا غلط لانهم شابة بقعدة في حالك كتير يعني التهاب في فروة الراس قد يكون مع شوية قشرة خفيفة بس في فرم الاتنين يعني في الصدافية عشان نقول اللي برضو ناس بعارفها بيبقى الجلد أحمر ودخين وقشور شباها الصداف دي قوية جدا الإكزيمة الدهنية تبص يتلاقي مفيش الالتهابات الجلد الشديد قوي العرض الاساسي بتاعها بيبقى إشر يعني عنده إشور وبيبقى عايز يورش فيها إنه مفيش جلد أحمر ولا تخين ولا بينزل دم متلاقيش في الإكزيمة الدهنية بس تحت الإشرة دي يعني خلاص هي مجرد إشرة إشرة إلتهاب خفيف قوي مش زي الصدافية خالص يعني إنما لو إلتهاب أحمر جدا من جلد الصدافية إنما إكزيمة الدهنية مجرد أشور لأن هو أين مقصد بإكزيمة الدهنية؟ هو نشاط زايد للغضة الدهنية بتاع الجلد وهتلاقي دايما تيجي فين الشعر الحواجب عند الرجال مثلا في السيد اللي عندهم شعر كتير في الأماكن فيها شعر أوكي وبتتسهر بأي الإلتهابات خفيفة وأساسا أساسا إشرة أوكي بس حارك أكيد تنسح الناس عندهم يعني يتوجهوا بقى الدكتور هو اللي يحدد دي إكزيمة ولا عشان عاجمه يختلف عشان أكيد العلاج العلاج يختلف فلازم طبع الدكتور يحدد بين دا ودا أوكي طيب معنا حاجة تانية اللي هو الحزاز المسطح أو الحزاز المسطح لكن بلا نساء تعور عن إيه بص حضرتك دا عبارة عن نوع من الأمراض أجلية النتيجة عن نصات زادة في المناعة مناعة برضا بياخد كذا الشكل أحيان إنما الكومة اللي أنت بتكلم عليه دا بيتلاقيه بيجي في الإيدين الدين والرجلين بيزع على هيئة بقع لونها بنفسيجي بنفسيجي وتلاقيها من جوه عاملة خطوط كده زي أشعة الشمس مخططة كده أوكي وليها زي بقرة في السنتر كده بتطلع منها الخطوط دي وفي ناس ممكن تطلعها ببنى وبنى الصدفية برضا لأن الساعات بتبع لها أشعة خفيفة لكن هنا اللون بقى فرق كبير هناك بيبقى أحمر هنا زي بيقول حكي اللون بنفسيجي كده تعرف الكادمة لون بنفسيجي دا وتلاقي المريض لما ييجي يشتاكي يقولك أنا أتوض منقها بس لما عمل إيزا بحرش كده مش كده ليه بقى لو عمل كده إله يا حسين؟ مريض الصدفية لا هنا الكلام بيبقى جمد قوي أوه فبطل يوهرش بيبقى فرق هنا يعني بيعمل بس كده بس برضو تلاقيها عنده الرغبة في حاجة وتلاقيها نقط بنفسيجيجي كده بقطرة كده على الرجلين ساعات تجي في الوش وده نوم من الحزاز من سبيل الحزاز الضوئي أوكي ييجي للأماكن المعرضة للشمسي يعني تلاقيش تحت في الجسم خالص هتلاقي في الوش خاصة الجبع وظهر الإيد ده عبوا انه بيعمل لون داكن فتلاقي مثلا المريض يجيش تكي يقولك أنا عندي بقى صمرة بتطلع في وشي مش التهابات هو شايفها بقى صمرة كما نبص فيها هنعرفها على طول على طول انه حزاز الضوئي أكيد الاثنين للكم زيبعة طبعا فهو إذن هو مرض بناعي غير معدي وبيتعالج أوكي وليس العلقة بالأكل عشان السواء عشان الناس بقى ولا الصدفية على الفكرة على الطول ده معدي ده أكل إيه ماكلش إيه ملوش أي علاقة ملوش علاقة بس لاحظنا انه بيتأثر بحال نفسي آه أغلب الأمراض على ما أعتقد بالتأثر قوي بالحال النفسي يعني هو العمل النفسي مش هو السبب زهور المرض بس أنا قلت لي بيتأثر آه يعني هو المرض موجود قد تزداد حدته أو تاكل حسب حد البحث النفسي أكيد يعني ناس كتير يقولك المرض ده جالوا الزعل عمله المرض لا الزعل ما عملش المرض هو المرض الرادي موجود بس هو فعاد إنسان مين تعرفت العمل المحفز؟ أوكي يعني مرة هتعنده مشكلة اتعرض لعمل نفسي جديد ثم تزهر فالحزاز بيتأثر بالعمل نفسي هتلاقي المرض اللي عنده حزاز ممكن توصي الأعراض اختفت خالصة مرة زي قال تدهي استرس جمد تزهر أعراضه الحزاز عكس الصلافية الصلافية بقول المريض انزل بحره في الشمس أوكي الحزاز نقول له ما تتعرضش للشمس ليه بقى دكتور؟ بتزودوا أو بيزيدوا وبتبقى دكنة أكتر مثلا؟ جدا أو الالتهاب يزيد أكتر يعني فيه أمراض كده الشمس زودها وفيه أمراض الشمس تعالجها أكيد طبعا صار فيه حب الشباب حلو الشمس الحزاز واللوبس اللي هو زئبة الشمس زودها محتاجين تكلم عليها برضو يا دكتور إيه زئبة عبارة إيه؟ برضو مرض مناعي فيه منه معين نوع بيصيب أعضاء الدخلية وفيه نوع بيجي في الجلد بس أوكي وهنلاقي اللي في الجلد بيجي في الأماكن معرضة للشمس برضو أوكي الوش والإيدين أو أي أماكن معرضة للشمس طب شكلها إيه وأعرضها إيه دكتور؟ بتبقى بقى حمرة كبيرة ومشتديرة مش زي الحزاز بقى مش نوع الصعيرة وقد يختلط على الطبيب أحياناً بينه وبين الصدفية برضو هنا بقى طبعاً هي بتاخد شكل تاني بس لازم أحد يفحصه كويس لأن ممكن الحزاز دي يجي في فروة الرأس وتلاقي مساحة حمرة وفيها إشرة خفيفة بس دي بتؤدي لتساخد شعر أكتب بالصدفية طب وهل دي معادية دكتور؟ نا طب إيه أمراض فروة الرأس المعادية دكتور؟ أمراض فروة الرأس المعادية غالباً بتيجي الأطفال مش الكبار اللي هي اللي احنا الناس يقول عليها القوبة أو الأوراعة هي أصابة فطرية دايماً تيجي الأطفال قبل سن البلوغ وهي نوعين في حاجة اسمها الأوراعة الأفرنجي والبلدي أوراعة إنجليزية يعني بقى كده والبلدي اللي هو بيبقى متعب قوي بتتلاقي حتنا مفروط الرأس مدورة فيها قشور بهدة أو صفرة وفيها هرش دي بس تلاقي فيها الشعر مقصف عشان دي لازم نفرق بينه وبين التعلابة أو لأنه بيختلط الأمر فعلاً بين الاتنين مش داكتة مرضى كثير ممكن تلخبطه التعلابة تلاقي حتنا مدورة ما فيه الشعر خالص فاضية نهائي ولا قشر ولا شعر ولا هرش وأي حاجة خالص حتا فاضية أوكي في الأوراعة بيبقى فيه هرش وشعر مقصف وقشر وفي النوع البلدي الأوراعة بيبقى بيبقى ليه ليحة القشر مش حلوة أوكي واللون لون إيه؟ لون الإشرة بيكون عادي إشرة طبعاً في البلدي بيبقى بسفرة وشميكة في النوع الإنجليزي ما قلت بيبقى الفرنجي بيبقى بيضى وصغيرة أوكي دي فطريات كمان فيه حاجات تانية ممكن تصيب فرط الراس الكوبار والسعرين اللي هي أنواع معينة من الفيروسات اللي هي بتاعمة الصنط عارفة الصنط اللي بيجي في اليد ده نفر ممكن يبقى فرط الراس برضو وده بيجي عدوى أولاد بيلعبوا مع بعض أو الكوبارسة تحياناً يجي لو هو بيحلق شعره برا البيت يعني آه مثلاً عند الحلق أكيد ده أغلب الناس كده آه بتيجي يعني مشتة أو مقصة أو حاجة زي كده فبتيجي وده بتقبى معدية أوكي ونخلي بالي المرضى اللي هم خلي بالك حاجتك لوحدك طبعاً نحن دائماً بنقول حاجتة الباحة دي في كل حاجة أوكي 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 أكيد أنا هستأذن بس حريك أعرف المشاهدين إن إحنا لايف دلوقتي على صفحاتنا على فيسبوك برنامج صباح الورد بالعربي وعلى صفحة كنات تان تي في على فيسبوك وعلى السوشيال ميديا لو في أي أسئلة حابين تسألوها لدكتور هين يريد تفضلوا وتسألوها تفضلي دكتور إذن إحنا قلنا في فيروسات ممكن تسيب فرض الرأس أو فيطريات ممكن كمان بكتيريا اللي هي بتابعة دمامل أوكي ودي على فكرة اليومين دول كتير ليه بقى دكتور هشان حر؟ الأطفال الأطفال كتير قوي الأمهات تقولك عنده دايماً في السنة كل سنة يطلع له دمامل في وشه مع الحر الشديد والعرق الولايات العصب عنهم بيهروشوا أه فأنا لما بهرش ودفري ساعة بيبقى فيه مايكروب فبعور نفسي فبتخشوه فتبص تلاقي دايماً الدمامل تزر في وقت ده طب بناخد أنتيبيويتكس وكلمات مضادة حوالي وكذا بس نخلي بنا إن دايماً ضمن أسباب الحر والرطوبة بتخلي الأطفال يهرشوا كتير فبتظهر الدمامل يبقى إذن فرض ترسمهم كتير في طيات أو فيروسات أو بكتيريا تعمل دمامل أو خلالية مكتوب إن هو اسمه طاية المهب مثلاً حقوليها لي بالإنجليزي بقى وعنا للأسف الأسف الشديد مش عارفها بالعربي طاية مش عارفها دي طاية المهب دي حاجة معروفة أصلاً لا يعني أنا لازم أعرف بالإنجليزي لأن ده ممكن تكون حاجة مكتوبة على جوجل أوكي طبعاً ممكن يروح الحتة تانية خالص أوكي طب إحنا هننتظر لكده يجي لنا اسمها بالإنجليش وبعدين نرجع لها تاني طيب أنا بقول كده منذرة والله لأ لأ طبعاً يا دكتور إحنا فهمين بس يجي مصطلحات قلمية ولأ قولوا منذرها وتقبلين لأ مش لها بالإنجلي خالص وبعدين ساعة الترجمة العربية دي بتختلف من دولة لدولة يعني أنا بضرب لك مثل الصنط مش عميلوا علي الصنط ينتشر في الريف يسموها النفرة الحمار أو النفرة في الدول العربية يقول عليه الثقلول الفقلول الثقلول بالفه كل دي حاجة واحدة وكلها إنما هو الورد بإنجليش اللي هيحكمنا هي التعريف العربية أوكي طب إحنا الصنط أو الثقلول عايزين نعرف أو النفرة نزيله إزاي؟ في كذا طريقة أحيان بنعمل تركيبات بيحضرها السيدالي زميل السيدالي بنمثل مكان لها تلموت وتوقعها أو تتكوي بالكهرباء أو بتكيب بالتبييد أو أحسن حاجة إطلاق الليزر أو الليزر أو طبعا فبتتشعلها على طولها ودي من الحاجات المعضية جدا ومشكلة العزوية بتاعتها إيه إن هي بتاخد فطرة طويلة يعني ممكن الفيروس يتنقل الإنسان ويصيبه ويزر بعد سنة أو سنتين يعني أنت عارفة سنة فترة الحضانة طويلة قوي لكنه ماضي طيب خليني كده أعرف من حرك التهاب الجريبات الشعرية ده إيه بقى ده يا دكتور يعني؟ واضح أن فروة الراس مليانة مليانة بال البصيلات تحت الشعر دي فيها برهم بصيلة اللي بتطلع الشعر أحياناً بيحصل فيها التهاب نفسه الالتهاب ده شفت كل الأمراض اللي نعفة فروة راسي كلها ممكن تصيب بتعمل كده أو ممكن لها بكتيريا ممكن تبقى فطريات الإجزيمة بتعمل كده الإجزيمة عبر أن التهاب في وصيلات الشعر نتيجة أفرزات دهنية الصدفية ممكن تسيب المكان بتعمل كده في الجلد فهي أكثر من سبب الحقيقة لكن أعراضه إيه؟ بتبقى التهابات في المكان وبعدين ساعات بيحصل إيه؟ اليومين دول إحنا دلوقتي بوصيلات الشعر دي بتخش لها قنوات من الغودة الدهنية عشان الدهون دي بتخش على الشعر فتخليها طريقة أحساني أحياناً يحصل التهاب في الغودة الدهنية فيأثر على بوصيلات الشعر في عمل إحمرار وتبقى فيه رغبة شديدة في إنه يبقى بيهرش في المنطقة دي طيب لو روحنا للأطفال الردعة دايماً لما بيتويلدوا بنلاقي عندهم زي طبقة كده قسرية كده على فروة راسهم؟ أقشر البطن وطبعاً الأمهات بيتجننوا بموضوع ده جداً بيبقوا نفسهم بيعملوا له أي طريقة يزيلوا بيها فوضح لنا يا دكتور كده يعني طبيعته ونتعامل معاه ازاي؟ اللي بتحصل مع الولاد طبعاً شي طبيعي من الطرحة الزائل اللي هو داخل الاميونتك فلويد اللي هو بيبقى بوه حواليه أحسن طريقة للتعامل معاه وأكثرها أماناً على إطلاق الدهام بزيت الزيتون أوكي فبقى الأمهات اللي بتلاقي البيبي السوائر ده عنده إش كتير بتجيب زيت الزيتون وبتعمل مساج لفروة الراس كل يوم بيفك الأشور وبيخلي الجلد كويس وزيت الزيتون حلو عشان فروة الراس وحلو عشان شعر الطفل إذا كان عنده شعر يعني أوكي يعني إن غز يشعره ببداً بزيت الزيتون إنما فاكر بقى إن أنا أجيب الفلاية وعد أشلهوله وكده وعد أجرحه وعوره وممكن أعمل انفاق يعني التهاب بكتيري وبهدله الدنيا فزيت الزيتون فقط الأطفال السوائر دولة نتعامل معهم أبونات بل أطفال السوائرين بلاش الخزعبلات المنتجة عند بعض الناس اللي هو لما الولد الطفل عنده شعور ده أحلق له شعره عشان يتقل أو بيقولك إحنا نشيل بقى شعر بتاع الولادة ده عشان نعمل شعر بتاك بيطلع شعر مقصف مش كده؟ فمفيش حاجة اسمها طفل عنده سنة أو اثنين أو سوائر أحلق له عزير أحلق عزير عشان يتقل الشعر ده كلام مش مزبوط إحنا معينا سؤال يا دكتور من يزن محمود بيقول حريك لو سبحت يا دكتور ممكن نتكلم عن الجدري وعلاجه؟ برضو من المقولات الخطيئة المنتشرة جدا في مصر كلمة الجدري الجدري مرض انتهى من الكلة الأرضية في الخمسينات شباب التطعيمات اللي بياخدوها في فرعة دوقتي اللي موجود حالين اسمه الجدري وليس الجدري الجدري ده مرض مش خطير الجدري يعني الحقيقة ممنتشرة فترة فاتت قوي قوي يعني في شعرين تقتل فاته لانه وابدقي مع الفترة دي نهاية الربيع وبدأت تصيف بس ايه الفرق بين كلمة جدري وجديري؟ ده فيروس وده فيروس ده اسمه سمول بوكس اللي هو الجدري والتان اسمه شيك بوكس ده فيروس وده فيروس الاولاني مرض قاتل ومات فيه حوالي اربعين مليون من البشر في اخر الاربعينات قام الماضي اوكي يعنو معضي جدا وبيعمل نزيف وبيخلص عبن ادمي الحياة يبقى صاحب انا نقول وليه؟ عمل تطعيم ليه وانتهم خلص ما بقاش موجود اوكي الحمد لله الجدري بقى فيروس يعني اضعف كان منتشرة فترة للفاتتة بيحصل ايه؟ طفل سخن ورشح اعراض انت عارفها الفوانزة طوالت تربع ايام تختفي ايه اعراض ويظهر بعد اما تختفي اعراض طفح جلدي عاية حبيبات حمرة فروط الرأس ومشه كل اجزاء الجسم تبنقط منقط تتحول الى فقيقة معاية ثم بثور صدية بياخد اسبوع ويخف النوع اللي كان منتشر السنة دي لاحظنا انه بيسيب الكبار او مش الاطفال مش الاطفال ولما بيسيب الكبار لازم يتشخص بدري عشان يتلحق عشان يتلحق با ادوة معين لانه للأسف لو اتأخر بيبقى البيع التالي 4 سابيع وبيترك اثار مش حالوة حفر 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 طبعا من نزل البنتك بيع وشاب مش حالو اكيد طبعا فعلى طول لازم الدكتور تعالى الاوراض الجلدية يشخصه احنا بصفة عامة لما جينا اي مشكلة لازم نبقى دكتور عشان ما نكتشفش بعد كده نحن اهملنا تأخرنا على حاجة واهملنا فيها لكن الجديري ابتدأ اللي دلوقتي بصي شو بقى الحمدلله احنا زعيم الحرارة الشديدة لما ارتفعت الحرارة جامد قوي كده قلنا نشاط الفيروس اوكي يعني برضو فعلى ما ايش موجود الجديري زي زي ما كان من شهرين لما كان الجو حلو ضعي ما الجو الحلو ده ليه مشاكله ليه مشاكله اكيد ليه مميزات برضو تدربة الحرارة العالية سبحان الله يعني كل حاجة ليه مميزات سحيح احنا منعودش نلعن البرد وهنعن الحر لا ليه مميزات موحب يصيف وموحب يشتا خلينا عاديين محب يكون الفصول طيب في سؤال تاني حل الفراغات في شعري هل أمبولات طولة ولا المينوكسبيديل مينوكسبيديل لا احنا بقى فيها ابحاثة علمية جديدة دلوقتي بعيدة عن المواد دي كما دي خالص ويعني بقولها الناس افراحهم هوا فيه نبات الروزميري يسموه اكلية جابة الروزميري ده انت عارفة في المطبخ بياخدوا الورق بتاعه ويحطوه في في السديك وفي الاكل وفي الاكل وليه فوقية طبية كتير اكتشفوا ان زيت الروزميري لما اعمل بيه تدليك رفاته الراس بيساعدها على تنبيت الشعر وبيتقل الشعر وبيساعدها انه يطول فالناس اللي بتعييم مشكلة دي ممكن تستعملو يعني الناس ببشرة حساسة فروطاس حساسة ممكن يعني ااخد شوية ومع شوية مية واعمل تدليك فروط الراس او يتحط بمشارة انه هو على الجلد بكميات قليلة تدليك فروط الراس بالليل والنبي والتاني يوم يتغسل بالشعر يوم بعد يوم بيستمر من ثلاثة شهور بيجيب نتاك وقاسة وده كلام ده مش يعني ده دي الدراسات علمية لسه منشورة قريب يعني دي ابحاث وتعامل مقارنة بينه وبين المينوكسيديل حك كلمت عليه ادى نفس النتائج عظيم جدا فانا عندي مادة كيموية وعندي مادة طبيعية ومش غالية واكيد سعر اقل اقل واكيد طيب في سؤال تاني من وردة بتقول حضراك لو سمحت يا دكتر البهاء عند الاطفال اقل من سنتين هل لي علاج ام لا مع العلم مفيش حد عنده نفس المرض في العيلة اكيد بتجيب مرهم في السودالية في مادة التاكروليمس تقوله انا عايز المرهم اللي في مادة التاكروليمس تاكروليمس تاكروليمس ده دهان للاماكن اللي فيها دول النقابيض مرة السبعة مرة بالليل شو حرين ثلاثة متبطلش لقيت لما لهم يروح مع عدم التعرض للشمس بقوله دايما مرضى البهاء خلي بالك التعرض للشمس مش بيعالج فبلاش تعرض الاماكن المصاوية البهاء للشمس خد العلاج بعيدا على التعرض للشمس دكتور احنا بنشكر حريك شكرا جزيلا حريك نوارتنا وبنستفاد جدا من حريك كل اسبوع بشكر حريك شكرا جزيلا دكتور هاني النازر استشاري الامراض الجلدية ورئيس المركز قامي للبحوث الأسبق نوارتنا يا دكتور مشاهدينا خلصت فاكرتنا التانية وخلصت حلقتنا استنونا بكرا في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم سباح الورد